أصدر وزير الخارجية بدر عبد العاطي قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية ومشرفا على إدارة الدبلوماسية العامة خلفا لسفير أحمد أبو زيد الذي تم تعيينه سفيرا لمصر في بروكسل كان سفير خلاف يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا الشمالية ولديه خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي الدولي بما في ذلك دوره كمستشار سياسي بالسفارات المصرية في واشنطن وكمفاوض رئيسي لمصر في معاهدة حظر الأسلحة النووية